أهلي أهلا بحضراتكم الجديدة وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي ماشي على هذا الوضع إنجازات رياضية تستند إلى مبادئ حقيقية ودفاع عامل قيمة تحرصها قمم رياضية وإدارية عشان تكون الخلاصة والأخذ بالأسباب هذه الانتصارات الأهلوية الكبيرة اللي الأهلي دايما وأبدا بياخد في الأسباب اللي تؤدي إليها وبيحتفظ بالسمات الخاصة لشخصيته طول ما أنت بتحافظ على شخصية الأهلي ومبادئ الأهلي ونظام الأهلي ما تخافش على الأهلي لكن تبقى ضربة البداية مقالي ومقاله عيني عينك إيه؟ لا ما هو بقى القمر على السحر رياضية أمر عجيب جدا آه يعني هنخطب بالكرة لكن في كل الاتحادات اتحاد كرة طائرة شفنا تحمله وتحييزه وتصرفاته مع نادي الأهلي ورجال وسيداته وديني عاملة إزاي قابليه كرة اليد اللي قعدت تتبني كل ما الأهلي يعوز لعيب عن طريق اتحاد الكرة يوجه كرة اليد يوجه إلى نادي الزمالك ويطلع كابتن روبي يشكر الشام نصر عيني عينك إن هو وقف معنا وهو اللي جاب لنا حسن أدح هو اللي جاب لنا الدرع وهو وبيشكره عيني عيني لما كان مترشح عدوان في مجلس إدارة الزمالك عايز ينسيب له الفضل الراجل عمل كده بقى يستحق أن يكون عدوان لكنه كان عدوان في مجلس إدارة الزمالك في اتحاد كرة اليد هي هي يعني ما لأكثر منه ووصل الأمر الآن إلى اتحاد كرة السلة فيه إيه جماعة فيه إيه يعني ماشي عاقب الغلطان من النادي الآلي ما نقولش لأ بس إنت ما بتعقبش الغلطان من الاندية الأخرى وخصوصا منافس التقليق هو مش منافس هو يعني هو خصمك هو درباتي في كرة السلة مش هو المنافس بتاعك أي لكن هو مختصم يعني أنت وهو دربيات في كل الألعاب ما بيتعسبوش على حاجة أبدا كابتن مرعي لما بسق على التحكيم وهو خارج قالك ده بعض الماتش لما جيك كابتن عمر الجندي قالك ده لأ إزاي بعد ماتش إيه لأ ما حد شافه على فكرة إلا بيتفكرنا بسامير كمونة ما خد بالك الله أعلم هو عمل إيه يعني يعني إنما عقوب على طول طب الراجل اللي شتم لعيب النادي الأهلي والبودي لانجوش قدت إلى أن يتحسب عليه في ماتش الأهلي ده ضيع فرقيته لأنه كان كان متقدم فاضل خمس ثواني ومتقدم أربع بونت فالسباب التقدوا وخد تكنير فاول جيبنا بونت وعايزين سلسية جيبنا سلسية كسبنا بيها ولكن متقدم ثلاثة بونت وكسبنا بسلسية لكن ما خدش عقوبات واخد بالك أنت يعني تحت كرة السلة يعني طب غير من باب التغيير يعني خليك ماشي زم أنت يعني ايه امشي بمسطرة واحدة لكن هكذا تدر الأمور وانا أأتي إلى الكرة لنرى العجب العجب الكرة ها طبعا الأهلي جمهوره بيتعاقب بالكامل الذين حصلوا على تذكر لأنه اللي عرف يجبه أساميه الباقي دول ما أذر كانوا داخلين بدون تذكر ومش عارف إزاي يعني وبعد كده يبان في الميزانية أن الأهلي بعد المصاريف حصته من التذكر مئة ألف جنيه لمثل هذه الأمور الانفلات وعدم السيطرة على المدرجات وإن التذكر مش محكومة فطبس تلاقي الأهلي بيعاقب بموره شتم طبعا مين اللي قال بموره شتم نواب بورسعي ماشي قلنا الظرف ما يصحش إن إحنا نكرر إن جمهور إذا كان شتم أنا ما سمعتش يعني أقول إنه كان بيتقفلوا الصوت لكن ده اللي تقال وقتها نيجي في أحداث أخرى تفسر تفسير من أغرب ما يمكن هذا التفسير ينطوي على مخاطر إنك تيجي تقولي لما تكسر الملعب ده نتيجة الحماس وإنك تواقف فوق الكراسي طبعا أنت بتقول للناس طلعت نتطع الكراسي أنت بتشارع عنها بهذا القراءة هو يعني المنشآت دي مش تخص الدولة طب أقول لك حاجة حيقول لك أسلاك تتخصم من التأمين بتاع النادي حلو قوي هو النادي اللي بشجعه ده مالوش حوق عندي إيه فكرة أنه فكسر الكراسي وبعدين حتختلط المشاعر الغضب أحيانا بفكرة الحماس الزايد مش عايزين كل دوري يطلع لنا مصطلح احتواء وبرتقول والنهاردة حماس زايد يعني نعتز وبنحبه والحاجة يا عامر لكن والنبي اللي ما عندكوش كلام يخش الدماغ يعني أفهم ما تقولش ألفاظ اطلع قول اللايحة بتقول كذا ولأن ما عندناش ما يؤكد عكس الكلام أحنا طبقنا اللايحة نفهم لكن ما تقولش بقى ما تمررش ليس دور المسؤول أن يبر تصرفات الجماهير أنت بيجي لك تقرير ما جالكش تقرير من المراقب هذه هنا المأساة لو تذكر قلتلك وانا في لجنة المسابقات كانت مشكلتنا تقرير مراقبين الشيطان يسكن في التقارير ما بيجي لكش تقرير المراقبين يعني أحيانا تطمس الحقائق بتجاهل وبعدين مستندا أن اللايحة أنا بعتمد على تقرير مراقب ما فيه فيديوهات دلوقتي فيه فيديو فيه لكن الحقيقة على فكرة حتى الوقوف على الكراسي في لايحة الاتحاد وشروط المسابقة من السلوكيات المرفوضة طبعا اللي بيعاقب عليها طبعا يعني الوقوف على الكراسي بغض النظر أنت واقف بتحتفل ولا واقف عشان تتفرج الوقوف على الكراسي نص اللايحة نفسه بيمنع ده أو بيحظر ده يعني أنت واقف تغني ولا ترقص بحيط البجعة تتفرج على كرا حماسك ده حيجريفك حتقول كلام وحتعمل تصرفاته يعني وبعدين أنا مش عايز أدي تفسير أو تبرير أن الناس تعمل كده ومتتحسبش أيوة وقال لك كل المنشآت حتوبوا مهدد وأنا بالمناسبة بوجي برضو والله لجماهيرنا معلش يا أولاد بنتقل عليكم بس والله العظيم تلاتة الأهل اللي مالوه غيركم خليكم منضبطين على قدر الآلي عشان الناس ما تتلككش يا سيدي وتوقع غرومات على النادي الآلي مش نقصين أو تحرمنا منكم مش نقصين استحملوا وفرحوا بناديكم وسيطروا أنا عارف ده كتير كتير بس في الآخر لو عملنا كده إحنا اللي حنكمل وحنكسب محدش حيقدر هديك شفتوا الكرة الطائرة